سبا خير خذ العلم من المهد للحط ممكن أحسن جملة النجم ونبدأوا بها اليوم وغدوة وقبل وبعاد وكل اليوم مانيش بيش نحكي لكم اليوم على قصة نجاح متع شخص معين أما اليوم بيش نحكي لكم على فكرة فكرة موجودة عند برشة وينسا خليتهم اليوم يكونوا قصة نجاح واستعيلاتهم واصحابهم وموساتهم الصغيرة قولوا لي ساع أحنا منا متفاهمين أنه العلم هو رسمان ومهما كبرنا في العمر والمناصب نقعدوا ديما نتعلم على هذك أسمعوني مليها تعرفوش اللي فهمت وينسا كيف نا كيف راجعوا للقراية بعد الخمسين مش على حاجة أما أغلبهم راجعوا باش يجدوا ذاتهم العزيزة ويعيشوا المغامرة أي مغامرة شبكم باتين مغامرة ينجم يكونوا خبداوها والظروف منعتهم باش يكملوها ولا مغامرة هم أحبوا بعد الخمسين يعيشوها بايه وكيف نحكي لكم على سيعيماد الرزق موظف في وزارة التربية والتعليق الظروف العائلة خليته يكتفيه بشادة الباك عام واحد وتسعين ويشارك في مناظرة ويلتحق بالوزار ويرتقي ويتدرج في السلم الإداري أما بعد عقدين مزماء رجع سيعيماد الكرسي جامعة الأداب وتوى مرسم بالدكتوراه بالدكتوراه ويخدم على مشروع فلسفة التربية بايه وكان زيدنا حكي لكم على سيلوت في جريدي في عمر الخمسة وخمسين سنة مرسم بدرجة الماجستير بكلية الحقوق وبخلاف هذوم الاثنين أحنا كل عام نشوفه مرأة ولا راجل في عمر الخمسين ولا ستين رجع الكرسي لقراية ونلقوهم يعاديوا في الباكالوريا وينجحوا حتى بامتياز أمثل سيعيماد وسيلوت في برشة وكبيرة وكبار كسر تحليمهم في عمر الشباب وبعد الخمسين رجعوا الحلم لعمروا حقوه على خاطر كل واحد فينا فيه قصة نجاح وبصمة تخلق باش يخليها في الدنيا ذي ولازمنا نحطه في مخاخنا أنه نجاح والحلمة ما عنديش عمر إن شاء الله نهاركم زيد أحكايات نجاح أحكايات نجاح ريت العمر ما عندوش دورة بالحق رأو مع عمر ما يكون عائق ولا يكون العمر تقول لنا توافر خمسين سنة ولا في خمسة وخمسين سنة وحتى كنت تخدم يعني هوني نخدم ويش نعمل بها بش نمشي تاوي نرجع نقرا في الجامعة ونقرأ مع صغار ونقرأ مع كذا يبقى فما ناس وصلت فما ناس قعدت عندها طموح أنا تدخل الجامعة التونسية والجامعة العمومية بسفة عامة ووصلت واخذت الباك وقرأت في الجامعة وتخرجت من الجامعة في عمر الخمسين والخمسة وخمسين سنة وفما يكون في عمر خمسة وخمسين سنة تعادي في البكالوريا بدونك لحقيقة كل الفئة العمورية هذية والناس هذوم يستحقوا أنا شخصيا يستحقوا مني كل الاحترام والتقدير وقبل على جبينهم لكل حقيقة الناس اللي جاهدت وثابرت على هدف وحيد وهو أنه باش يكون صاحب شهادة عليا أو صاحب شهادة علمية ويكون يعني من خر يجي الجامعة التونسية لحقيقة حاجة ما دخلنا كان نقفولهم كان ونوجهولهم كل الاحترام والتقدير والشكر لحقيقة في الحاجات هذية حسين كما قلت أنت ما عنده شي يعمر بالحاجة الولانية لا المكان ولا الزمان زادة باش يكون عائق مفهمة حتى حاجة في الدنيا باش تخليك كأنك باش تقف قدام حلمتك ولا قدام مشروعك ولا قدام الهدف بالتحديد متاعك اللي باش تقوم به ليمات باش نعطيكم قصة صغيرة سكوب على قصة صغيرة ثم شاب من ويليت أصيل ويليت قفسة حاليا يقيم بسعودية حسين كان عامل معناه هو كان عامل بناء معناه كان عامل بناء وصانع دهان يخدم معناه باش يعاون روحوا كما قلوا لخدمة النهار مفاعر معناه أي حاجة قل لك إنا نتشرف باش نخدمها السيدة ذي تعرف وينوصل لتوا حسين وصل للسعودية ولا من أكبر مهندسي الديكور ومدير مشاريع في السعودية معناها حاجة يعني كي تسمعوا حاجة كي من هك نرجع نذكركم بالكلم رأوا الوقت والعمر والمكان والدنيا الكل رأي ما تخلي لك شي حتى فرصة باش تقول أنهم هذو ما عائق ولا هني كبرت ولا ظهري قوس ولا منعرش نوع رأوا الحاجات ذي ما عندها حتى دخل الحاجة المهمة العازيمة حط الهدف قدامك حط الدنيا قدامك الكلها وقول أنا نجم وكهو وثما كان الخير تعرف أحنا الكلنا متفاهمين أنه النجاح هو مغامرة مبني على مغامرة تعرفوه في رأس الأشي أكيد الصحفي بيانسور تارف يقوله يقوله إذا تسعى ورا نجاح في النجاح مش مضمون أما إذا كان تسعى ورا نجاح بمغامرة فركضا من مغامرة بيانسور بيانسور وما تسعى شي زيدا حاجة مهمة أخرى حسين ما تسعى شي لنجاح بسبب الناس يعني ما تسعى شي لنجاح خطر فلان نجح وعندك ذيت لازم تحققها يزمك أنت أنت تكون مقتنعك تقوم الصباح تقوم يسخته تقوم بكري تقوم بكري وتقول أنا رني باش ننجح على خطر أنا نحب ننجح مش على خطر باش نرذي حتى روبوك ومك روب معنا أنت يزمك ترذي روحك أنت يزمك ترذي ذاتك أنت بايش الهدف يكون في غاية الوصول إليه يكون سهل وسهل المنير هذا هو إن شاء الله ربي وفق الناس كل كيف يشوفوا في حلمتكم وبيش توصلوا للهدف متاعكم ليزمك تستاكل بش لقاهم موجودين قدامكم هذا مما إلا شاك فيه لكن دي ما نقول بلوغة الكورة وبلوغة سبور ليزمك تاركفش تسكيفي ولا تونتي بليزمك تستاكل هدوما بش توصل للوبجيكتيف متاعكم إن شاء الله ربي وفقكم الناس كل احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامجكم متينة الحياة بعد شوية مش نحكيوا لحقيقة على موضوع مهم برشة موضوع لحقيقة قاعد يدغى نوعا ما على مستوى ولاية القيرة ونحكيوا على الحشرة القرموزية اللي وصلت حتى المعتمدية بوحجلة وأنباء تقول أن الحشرة هذه وصلت حتى للزيتون يعني خرجت من التين الشوكي ومسة عدد من الأجار الزيتون كل التفاصيل كيد مش نتعرف عليها بعد شوية مش يكون ضيفنا نزار الحراثي هو فلاح أسيل معتمدية بوحجلة وليت